أطلق المجلس الأعلى للبيئة الملتقى البيئي الأول للحفاظ على طبقة الأوزون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك إيمانا من المجلس بهمية نشر الوعي البيئي بجميع جوانبه وقضاياه لجميع شرائح المجتمع خطوات لافتة انطلقت هذا العام من قبل المجلس الأعلى للبيئة من خلال الملتقى البيئي الأول للحفاظ على طبقة الأوزون وذلك باختيار مماثلي المدارس المشاركة لتستمع ثم تتنافس في مسابقة كشفت عن مدى قدرة الطلبة على فهم ما تم تقديمه في الملتقى اليوم نشرح لأبناءنا الطلبة شنه البدائل شنه الإجراءات اللي ممكن يقومون فيها كنوع من التثقيف ونوع من زيارة الوعي في المجتمع خصوصا من خلال الجيل البحريني الصاعد لتأثير طبقة الأوزون وشنه المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وخلقنا بينهم مسابقة إن شاء الله تكون جميلة لنوع من التنافس للحصول على المعلومات وسائل متنوعة يتم تجديدها بشكل سنوي من قبل المجلس الأعلى للبيئة لتوعية المجتمع بأهمية طبقة الأوزون والطرق المثلاء للحفاظ عليها وذلك بالتزامن مع يوم الأوزون العالمي الذي يصادف يوم السادس عشر من سبتمبر من كل عام في المحاضرة نستفد نواجد أشياء عن ثقب الأوزون واستفدنا هو شدور الإنسان أن نحافظ على ثقب الأوزون لأن الضرر ماله لما داركنا خطير جدا فمن الأمور نحن لازم نسويها أن نحن لازم ما نستخدم مواجد المركبات فيها أو مواد فيها كلورو فلورو كربونات طالب في قلوب ومشارك في اليونسكو يقدر خبر الطلبة الزملائي في المدرسة المشاركين عن هذا الأمر المجتمع البحريني لازم نحافظ على هاي الطبقة اللي هي طبقة الأوزون لأن هاي الطبقة تحمينا من أشعة الضارة اللي هي شعة فوق المبسجية لأن هاي الأشعة لو زالت عن اللزوم ممكن تأثر على صحاتنا وتسوي لنا سلطان الجل أول شيء الملتقى كان عن الأوزون وطبقة الأوزون وأهميتها لأننا ككوكب الأرض لأنها تحمينا من الأشعة اليو في السبب في إنها تسبب الكثير من الأمراض ولابد من حماية كوكبنا من هاي الأشعة وكان إن الملتقى جدا مفيد ومؤثر على الشخص وإن إحنا بدورنا نخفف من استخدام اللي هي كل أشياء التبريد اللي تحتوي على كلور فلور كربون من خلال هاي المحاضرة صار عندي هدف إن أنا أوصل للمجتمع إنه لابد من استخفيف من استخدام كل أدوات التبريد اللي تحتوي على كلور فلور كربون عشان نحمي كوكب الأرض من الأشعة الفوق بنفس الجيع خطط استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد للتحول الآمن نحو البداء للكفئة والصديقة للبيئة والمجدية اقتصاديا بالنسبة للمستهلك وما هذا الملتقى إلا انطلاقة حقيقية للحفاظ على طبقة الأوزون بطريقة مجدية غير مستنفذة لها وبجهود أجيال المستقبل خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين